عد رواج دعوة فاضل عشور كتب عام نقبة الأيامة والمساجد لشان أضراب للأيامة نهار عيد الأضحى وعدم القيام بسلطة العيد لو حتى اليوم نقبة الأيامة تاب على اليوجيتي تاب رسالة طمعنا للتوينسا وأكدت أنه مش بش يتم غلق المساجد نهار العيد وأنه بش يقع أدئ صلاته هذا وجهت النقبة دعوة للفاضل عشور باحترام نفسه تفاصيل مع أيمن معتوك غلق المساجد وإذراب الآئمة يوم عيد الأضحى لا وجود له وندعو كل الآئمة إلى عدم التحذب وإقامة صلاة العيد وكل من دعا إلى هذا الإذراب فهو لا يمثلنا وعليه أن يحترم نفسه رسالة وجهتها نقابة الآئمة تابعة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى كل الآئمة دعينا إيهم إلى إقامة صلاة العيد في كل مسجد تونسي يوم عيد الأضحى بإذن الله السميع العليم يوم عرص للمسلمين في كل بيوت الله في تونس وغير تونس أنا أؤكد للشعب التونسي أن صلاة العيد صلاة عيد الأضحى ستجرى كعادتها لا يجوز لأحد في الدنيا أن يمنع أن تقام الشعائر أو الصلاة في بيوت الله لأن المساجد لله الأئمة أعتبروا أن الفاضل بن عشور ليس إماما ولا يمثلهم دعينا إياه إلى احترام نفسه وعدم الدعوة مجددا إلى إذراب مثل في الدعوة ليه فضيحة كبرى في حق البلاد نقابة الفضل عشور ما تعنينا في حتى شيء قراراتها ما تعنينا مرة واحدة إحنا عندنا هياكلنا وعندنا ما رجعنا الشرعية نرجع لها كذلك هياكلنا في كامل الجمهورية مش كنا هنا في تونس نشوفوا قطاعنا كامل ونأخذوا القرار مع بعضنا ميجيش قرار فورادي من واحد بركة رسالتنا إن شاء الله رب يهديه ويتراجع على قرار هذا لا يمكن أن يمثل الأئمة ثم هو أصلا يعني عمره مكان إمام وحسب علمي يعني موذن وسمع في جامع الزيتون ثم عمره مكان إمام قرار الإذراب داخل المساجد يوم عيدا إذ حل لأحدث بلبلا في الشارع التونسي ينفيه الأئمة المنظوين تحت الاتحاد العام التونسي للشعر فما موقف الفاذل بن عشور اللي ادعى إلى هذا الإذراب